موسيقى طبعا احنا هنا في حضرة نجوم ستوديو هنا المونديال في البداية برحب بيعني الكابتن أمير عزمي مجاد نجم الملاعب المصرية والعربية وطبعا نجم باوك اليوناني ولاعب منتخب مصر والزمالك السابق برحب بيك هنا في هنا المونديال أهلا بك محمد دايما كده منورنا وطبعا معانا كمان الوينجي اليمين يعني نجم التحليل واللي حافظ كتاب كورت القدم عن ظهر قلب كابتن أمير عبدالحليم منورنا عمير حبيبي أنا مبسوط أن أنا موجود معك النهاردة طبعا ومعك كابتن أمير ومعك كل مشاهدي الكار الإخبارية بص أجواء منديالية من الدرجة الأولى طبعا المنتخبات كلها بتسن سنها وإحنا كده في بداية الكلام أكيد متابع الاستعدادات التحضير المنتخبات كلها عينك على مين كابتن أمير؟ يعني في البداية طبعا أول نسخة في بلاد العربية ناس كلها منتظر طبعا الحدث وأنا أتوقع البطولة هتبقى بطولة قوية جدا إحنا شايفين طبعا الملاعب والتنظيم واهتمام الناس كلها بالبطولة الكاسة العرام أنا شايف يعني أنا لسه كنت أتكلم مع عمير برا لأنا شايف الأرجنتين ممكن من المنتخبات طبعا هي السنة دي اللي كسبانها يقوم بأمريكا منتخب طبعا كله بيجتهد اللي ميسي نفسهم يتوجه ب في حافز إضافي بسخة الأخيرة يمكن ميسي يتوج بكل البطولات وهو العيب فنقصه كاسعلم شايف اللي فيه منتخبات ممكن أنا فوجة نظري منتخباتها الكويسة جدا سيربيا يمكن هما كانوا مع البرتغال في المجموعة هما اللي تصدروا المجموعة فيمكن أنا حطت عيني على الأرجنتين وممكن سيربيا تعمل تبقى الحصان الأسود للبطولة طيب إحنا بما إنا جبنا سيرة الأرجنتين لازم على النقيد تماما المنافس التقليدي والغريم يعني على مستوى القرى نجوم الصنبة تضبوط منتخب البرازيل اختلف قد إيه عن نسخة 2018 روسيا وليه هو واحد من المرشحين للنسخة قطر 2022 أنا بالنسبة لي منتخب البرازيل هو المرشح الأول منتخب البرازيل بيزداد نتجن مع تيتشي المدير الفني لمنتخب البرازيل هو واحد من أهم المديرين الفنيين اللي أنجبتهم البرازيل المنتخب مختلف تماما عن 2018 لأنه غير جلده لما منيجي نبص على قيمة منتخب البرازيل منطقة جدا إنه إحنا نبقى عارفين وجود أسماء زي نيمار لكن لما نيجي نبص بقى على بقية الأسماء هنجدنا كلها أسماء شابة عندنا فينيسيو جونيور عندنا رودريجو دول أسمين عاملين أداء مميز جدا مع ريال مدريد أبطال أوروبا مع ريال مدريد رغم صغر سنهم وعندنا في نفس الوقت عنصر خبرة مهمة جدا في منتخب البرازيل وهو داني ألفش وده رهان تيتشي يعني يشبه الرهان اللي خاده تشافي هرناندز مع برشلونة الموسم اللي فات لما مسك قيادة برشلونة اختار أن هو يضم داني ألفش رغم أن الراجل كبير في السن وساب برشلونة بقى له فترة طويلة لكن مفهوم جدا موجود عنصر صاحب خبرة كبيرة في الملاعب زي داني ألفش توج بعدد كبير جدا من البطولات تخليه يمكن أكتر لاعب في العالم توج ببطولات خبرة كبيرة شخصية بيقدر ينقلها لقط اللبس فاتيتشي عمل نوع من أنواع التوازن أنا عندي فريق شاب بيغير جلده بس في نفس الوقت جايب لهم عنصر من العناصر المهمة في تاريخ كرة القدم اللي هو داني ألفش يبقى موجود معهم وكازميرو بالضبط وكازميرو طبعا ببطولاته الكتيرة مع ريا المدريد لكن داني ألفش تحديدا اللعيبة هتبصله بسط أن ده أسطورة يعني الراجل فعلا زي ما قال كده أمير عزمي عن ميسي أنه كسب كل حاجة فبرضو داني ألفش ده كسب كل حاجة فوجوده بشوف أنه مهم جدا مع منتخب البرزيل التوليفة دي أعتقد ممكن تخلي منتخب البرزيل هو المرشح الأبرز للتتويج بالبطولة وطبعا بقى الأجواء المناخية هتبقى طبعا بتدي ميزة عن منتخبات أفريقيا ومنتخبات أمريكا الجنوبية عن منتخبات أوروبا ودي الشكاوي المنتخبات أوروبا بتحكي عنها بما أنا جبت سيرة المنتخبات الأوروبية فأكيد لازم نتكلم عن المنتخب الفرنسي حامل لقب 2018 ولكن الأخبار أو الصدمات لا تأتي فرادة بالنسبة للمنتخب فرنسا غياب بول بوكبا وإنجولو كامتي ودلوقتي لسه وصل أخبار خلال الساعات الماضية إصابة نجب العالم كله أفضل لعب في العالم كريم بنزيم يعني طبعا بنزيم يحسن لاي في العالم ولعيب طبعا بيفرق مع فرقته للمدريد وكل الناس طبعا زي ما أنت بتقول المتوقع اللي هو غيابه ممكن يأثر مع منتخب فرنسا لكن احنا لو رجعنا للنسخة اللي فاتت من كاسا العالم بنزيمة مكانش موجود مع منتخب فرنسا صح فخلي بالك حتة المنتخبات ممكن اللي بيبقى تجمعت المنتخب نفسه بقي فيه لعيبة كتيرة جدا يعني أنت بتكلم على عنده جيرو فرود برضو بلعب مع إيسي ميلان وكسبان الدور الإيطالي عنده لعيبة عندها حلول كليان امبابي فعندهم لعيبة المنتخبات غير الفرق الفرق ممكن اللعيب يفرق غيابه لكن انت النهار ده ما تتكلم على منتخب بحجم فرنسا لأ أنا شايف أكيد غيابه هيأثر مع خط جم منتخب فرنسا لكن عندك أكيد عندك البديل اللي يقدر يعوض غيابه وأنا في وجهة نظري اللي زي ما قلت لك كاسا العالم اللي فات ده أكبر خير يعني على كلامي اللي هو ما كانش موجود في كاسا العالم هو فرنسا كسب الكاسا سننا اختلف معاه بقى بصراحة لأن منتهى في فرنسا النسخة دي داخل بإتنين مهاجمين مع جيرو اللي هم بنزيمة ونوكونكو والإتنين اصابوا نوكونكو اصاب غالبا وإحنا داخلين دلوقتي كان لابزج أعلى إنه غالبا روباط صليبي فبالتالي الإصابة هتبقى طويلة وبنزيمة بقاله فترة غايبة عن ريال مدريد ودلوقتي قد يمتد الغياب لكاس العالم فبنتكلم إن كده بقى عندنا جيرو بس المتقدم في العمر عندنا جريزمان اللي بيشهد تراجع في المستوى مع قتلتكو مدريد ومش بيشارك بصفة أساسية فأنا أعتقد إنه منتخب فرنسا حالته الهجومية حتتأثر كثيرا برضو بغياب بول بوكبال اللي كان سلاح هجومي قوي ونجولو كانتي اللي كان برضو سلاح تفاعي قوي حالة تفاع لا يستهانبي يمكن أسهم المتخب الفرنسي يمكن قلت بعض الشيء ولكن احنا ما نفعش يعني ما نكلمش بقى عن اتنين الناس كلها بتتكلم عليهم ليونال ماسي وكريسيان ورنالد يعني احنا بنكلم عن آخر نسخة ربما نشوف فيها أسطورتين من أساطير الكرة الأوروبية ليونال ماسي عمل كل حاجة في الكرة ونفس الكلام بنسبة فالناس متشوقة وفيه طاعاته فيمكن مع الاتنين انا شايف التعاطف ممكن مع ميسي اللي زي ما قلتلك اللي هو كيسب كل بطولات لكن ما خادش كاس عالم برضو كريستانو ما خادش كاس عالم لكن انا شايف البطولة دي اهمتها الكريستانو اكتر من ميسي ليه الكريستانو النهاردة عنده مشاكل في منشستر يونايتد اعتبر بلا نادي او امكان هم خلاص على وشك فسخ التعاقد وشاله اعلاناته من على من على الاستاد فممكن تكون بطولة لتسويقه مرة أخرى في أحد دولات أوروبا اه كريستانو مش محتاج طبعا تسويق او اي حاجة لكن انت النهاردة هتقيس كريستانو او على مستوى البدني او مستوى الفني في المطشب بتاع الكاس عالم فانا شايف الكريستانو ظروفه تختلف عن ميسي ميسي طبعا عنده استقرار في نادي بلعب في باريستان جرمان كاسبان بطولة السنة دي بطولة الدور الفرنسي لكن طموح الاتنين اكيد واحد اللي هو يكسب كاس عالم لكن زي ما قلتلك انا في وجهة نظري اللي كريستانو ظروفه ممكن تختلف عن ميسي في النقطة اللي كريستانو مش مستقر في نادي عنده مشاكل معنا دي فممكن البطولة دي تكون تفتح ليه مجال جديد اللي هو الانتقال بعد كاس العالم لأحل الاندي طب أمير انت شايف انه كريستانو رونالدو كحالة بدنية كجاهزية عمتا للمنتخب البرتغالي افضل ولا ميسي الوضع يختلف بالنسبة لكريستانو رونالدو في منتخب البرتغال عن منشيص رونايتد في منشيص رونايتد المدرب عايز يلعب كرة قدم حديثة عايز يعمل فريق جديد عايز يشكل مجموعة من الشباب فريق بيهاجم ككل وبيدافع ككل فصعب جدا انه هو يطلب منهم انهم يعتمدوا على كريستانو رونالدو المتقدم في العمر اللي بيسجل اهداف بس ما بيرجعش يدافع لان خلاص كرة القدم ما بقيتش كده انت محتاج الحداشر لعيب ما عادش ينفع ان انت تضحي بلعيب وتعتمد على عشرة لان ده حيدي دايما افضلية عددية للفريق اللي انت بتلعب ضده في البرتغال الوضع مختلف لان البرتغال كريستانو رونالدو هو نجم الفرقة وكرة المنتخبات مختلفة احنا هنا معنا انا مش عايز اقطع كلام بس احنا هنا معنا اه يعني مقارنات كده سريعة ما بين نجمي الكرة الاوروبية طبعا كريستانو رونالدو وليون الماسي الاعمار متقربة يمكن عدد المباراة الدولية برضو متقربة يمكن كريستانو رونالدو عدد مباراة اكبر طبعا نظر وهو الهداف التاريخي للمنتخبات كمان اكتر لاعب يسجل لمنتخب بلاده هو كريستانو رونالدو اه الحقيقة احنا محصوصين ان احنا جدا يعني موجودين في الوقت اللي بيلعب فيه كريسيانو نوردو وليونيل ميسي؟ لفي تحدي كمان يا محمد في كاس العالم ده هما الاتنين كانت بدايتهم في كاس العالم 2006. وكل واحد فيهم سجل جول في كاس العالم 2006. لكن آآ المحصلة النهائية ان كريسيانو نوردو لو تسجل سبع اهداف في كاس العالم وليونيل ميسي سجل ستة. فبما اني ده اخر النسخة. ممكن كل واحد فيهم يبقى ساعي ان هو عايز يجيب اكتر من التاني. كل واحد عايز يفنش اكتر من التاني. طيب احنا طبعا الكلام مش هيخلص احنا موجودين مع بعض على طول مشوار المنديل اخر حاجة توقعاتك مباراة غد قطر الكوادور النتيجة قطر الكوادور النتيجة ايه توقعات اعطاك تفوز القطر واحد سفر اتفع طبعا مع امير قطر اللي برضو بيلعبوا في ملعبهم وسط جمهورهم ويمكن انا برضو شاهدت الاكوادور والعراق مباراة ودية انتهت سفر سفر فانا شايف المنتخب الاكوادور مش منتخب المرعب او المنتخب اللي خوف لأ انا شايف المنتخب قطر يقدر بكرة يكسب ان شاء الله كابتن امير عزم جاد نجم الملاعب الاوروبية والعربية دايما منورنا ودايما منكملين بقى مع بعض لسه المشوار طويل عايز نفس فانت معانا ان شاء الله وخلي نفسك جامد امير بشكرا شكرا جزيلا دايما كده يعني الاراء ووجهة النظر التحليلية دي هتبقى مطلوبة لان برضو احنا محتاجينها في طول مشوار المونديال بشكرا شكرا جزيلا لسه عادت بوجود معاك ومع كابتن امير وطبعا مع كل المشاهدين احنا لسه مكملين شوار طويل واكيد هتبقوا متابعين معانا اجواء وكواليس كاس العالم قطر 2022 البداية ضربة البداية بكرة هنتابع مع بعض يطار قطر يطار الاكوادور لسه الكلام كتير 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 تابعونا دايما من هنا المونديال من القاهرة عاصمة الخبر موسيقى